لا يزال تحرير الموصل ثاني اكبر مدينة في العراق يمثل اولوية قصوى بالنسبة الى معظم الاطراف الفاعلة المشاركة في الحملة ضد داعش وامام هذه الاولوية تدور خلافات عدة فقد اثار تقدم قوات البشمركا في سهل نينوى باتجاه الموصل مخاوف الحكومة العراقية رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي كان قد دعم مشاركة القوات الكردية في معركة نينوى يطالب البشمركة الان وبعد سيطرتهم على عدة قرى من قبضة داعش بعدم التوسع باتجاه الموصل حتى وان كان تقدمهم دعما للقوات العراقية في معركة نينوى حكومة كردستان التي رفضت هذا الطلب ردت عليه بتأكيد مضيها في التقدم في سهل نينوى ورفض انسحابها من المناطق التي سيطرت عليها التصعيد في الخلاف بين بغداد واربيل لم يتوقف عند هذا الحد فالرفض الكردي اعقبه قرار من القائد الاعلى للبيشمركة مسعود برزاني يحدد طبيعة مهمة قواته في المناطق التي تدخلها في محافظة نينوى لا سيما كيفية التعامل مع المدنيين واحترام مبادئ حقوق الانسان التي تقضي بعدم التهجير القسري مع ضمان حرية تنقل المواطنين في اشارة ضمنية الى ان البشمركة ليست الحشد الشعبي الدعم التاريخي الامريكي المستمر للبيشمركة والغطاء الجوي للتحالف الذي ساعدها في تحرير مناطق من داعش والمساعدات الانسانية والعسكرية التي امست المانيا تقدمها مؤخرا بمعزل عن العلاقات المتواضعة لحكومة العباد مع امريكا والغرب يبرز دلالات لخصها مسؤول في مجلس امن اقليم كردستان تبرر مخاوف الحكومة في بغداد فوفقا للمادة الخامسة عشر بعد المئة من الدستور العراقي يحق لكل محافظة تكوين اقليم بناء على طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس المحافظة على الاقل او من عشر الناخبين المسجلين في المحافظة المسؤول الكردي ذكر في حديثه لمجلة نيوزويك ان بعض المسؤولين الاكراد ابدوا بالفعل استعدادهم لدعم تغيير الوضع الاداري لمحافظة نينوى ومركزها الموصل من محافظة الى اقليم محللون سياسيون نوهوا بان ما سيحدث في الموصل في خاتمة المطاف لن يقتصر عليها فحز فقد يكون ذلك بالنسبة الى الاكراد على وجه الخصوص بمثابة الاختبار النهائي لمدى قدرة الحكومة في بغداد على ادارة مجتمعاتها المحلية بتنوعاتها الطائفية والعرقية بصورة فعالة فالاكراد يخشون ان الحكومة المركزية ولا سيما الجماعات شبه العسكرية الشيعية المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي قد تستغل معركة السيطرة على الموصل لاعادة فرض سلطة بغداد في الاقليم سيما وان الموصل مدينة ذات اغلبية سنية محمد جمال العربية اشتركوا في القناة